بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم في هذا الفيديو الذي سنرى فيه إن شاء الله كيفية إضافة فيديو إلى قناتك على الانترنت كثير من الأساتذة الذين يقومون هذه الأيام بإنتاج معينات رقمية على شكل الفيديوهات يتصلون ويسألون عن كيف يوضع هذه الفيديوهات على الانترنت لكي يستفيد منها أكبر قدر ممكن من التلاميذ طريقة بسيطة جدا يكفي أن يكون عندنا حساب جيميل الذي تعملون به على هواتفكم ويمكنكم من الدخول إلى Google Play ذلك الجيميل نقوم بإدخاله هنا على الحاسوب نكتب يوتيوب ثم نختار كونيكسيون ندخل نفسنا معلومات البريد الإلكتروني الذي ينتهي بجيميل كون كوم وتحته القن السيري عند الدخول إلى جيميل تتغير الواجهة يصبح هنا اسمك ويصبح هنا على أنك عندك حساب طريقة إضافة الفيديو بسيطة جدا نثب إلى هذه الإيقونة التي عليها علامة زائد هي توجد حتى في الصفحة الأولى صفحة صفحة الاستقبال على يوتيوب هنا تجنبت إلى جنب هذه الصور هنا صفحة قناتي نذهب إلى هذه الإيقونة التي عليها زائد ننقر عليها ثم نذهب إلى Upload Video Upload Video الخيار لو تذكر لنا الخيار أول Upload Video عندما نختار Upload Video تظهر إلى هذه النافذة هناك سهم صغير وسهم ينظر إلى الأعلى أنقر عليه ثم أبحث في حاسوبه أين وضعت ذلك الفيديو؟ أين عملت عليه؟ هنا وضعت فيديو للعمل عليه التجريبي في فيديو إما أنقر عليه مرتين أو أختار وأدب إلى أفغيغ لديه خياران أنقر مرتين فيبدأ الفيديو في عملية الانتقال عند خواديم شركة جوجل هنا العنوان عنوان الفيديو ويجب أن يكون مطابق للفيديو تأكدوا من أنه يطابق تماما الفيديو إذا كنتم تعملوا باللغة البرنسية والإنجيزية والعربية تأكدوا جيدا هنا الوصف وصف دقيق للفيديو التفيد لأن من يدخل يشاهد فيديو يقرأ الوصف هنا هذه الصورة انتبهم جيدا هذه الصورة لا هي هذه الصورة هذه الصورة هي الصور التي سيراها كل من يدخل ويجد فيديوه على الانترنت هي صورة الواجهة إذا تركت الأمر لجوجل فسيخترون صورة عشوائية من الفيديو ولن تكون بالجودة المطلوبة أعمل على صورة أفضل على على ال باوربوينت العملية بسيطة على ال باوربوينت يكون فيها نفس العنوان تأكدون أن فيها نفس العنوان وصورة ترمز أو تؤشر إلى ما يوجد داخل الفيديو هنا ما يسمى البلايليست أو القوائم ما هي هذه البلايليست؟ هذه البلايليست أنت من تقوم بإنشائها من خلال هنا هنا لدينا مراجعة والدعم للمستوى السادس الدورة التكوينية التي أطلقت في الباوربوينت الفرنسية ثم بالواجهة الأنجيزية إلى أخيري هنا قوائم إذا كنت أول مرسل أطلق فيديو أختار إذا كان فيديو تعليق بالتربية الإسلامية أذهب إلى هنا أختار New Playlist ثم أكتب دروس التربية الإسلامية لمستوى كده كده هنا خيار شديد وضعته وهو خيار رائع صراحة وضعته شركة جوجل وهو تحدد هل للأطفال عندما نحدد للأطفال الأرباح تنقص لمن يستفيد من مشاهدة الفيديوهات ولكن هذا في صالح لأننا كنا نشتكي كثير من الفيديوهات التافية التي تظهر لأبنائنا أثناء مشاهدة يوتيوب هنا هذا الخيار ينجي أبنائنا من تلك الإشارات التافية من الأفضل أن لا نكذب من الأفضل أن نختار على حسب إذا وضعت فيديو للأطفال الأفضل أن نختار للأطفال هنا أو لغير الأطفال هذا الفيديو لكم إذا أنتم لستم أطفال فهو لغير الأطفال أذهب إلى هناك More Option هذه الخيارات لا تهمنا ما يهمنا في هذه الخيارات أمرا الأمرا هو وهي الكلمات المفتاحية كلمات مفتاحية هي تظن أن من يبحث عن الفيديو الذي وضعت سيكتبها كل الاحتمالات التي سيكتبها شخص ليصل إلى الفيديو الذي وضعت وكتبها هنا إذا كنت وضعت دروس بالفرنسية أكتب جميع الكلمات التي تهم دارك الدرس إذا وضعت الدرس يتعلق بالطرب الإسلام يكتب تلك المفردات المتعلقة بالحصة المتعلقة بالدولة إلى خير كلمات ويت من الأفضل نسخها ثم لسقها في تلك الحالة ستظهر على شكل كلمات مفصولة لوحدها إذا أردنا مسح تلك الكلمات هناك علامة تكون علامة زائد صغير لأن تقوم بالنقر على فتزال الكلمة هذه الأمور ستتدربون الفيديو الأولى الثالثة الرابعة ثم تتدريجياً أن تتقنوا هذه العملية بل أننا إذا قلنا أه هنا الأمر الثاني هو هذا الأمر نختار في أي مجال يندرج فيديوك هنا نذهب بعد ذلك إلى الـ Så هل هذا الفيديو أريد أن يظهر لجميع الناس أو لبعض الناس أو لوحدي؟ هنا أختار private لأنني لا أريد أن يظهر للنس لأن فقط أشرح لكم في الحال عادي أتركوا هذا الخيار هنا إذا أردتم أن تتأكدوا من أن الفيديو سليم وأن الأمور جيدة أتركوا private حتى تتأكدوا من أن الفيديو سليم وليست هناك مشاكل ثم أحاوله إلى هنا هنا أختار هنا private هنا خيارات لا تهمنا نذب إلى publish نهاية العملية الآن الفيديو مر عند جوجل مرة بسرعة هنا لأنه صغير ولكن في الحالات التي يكون الفيديو طويل بعضها شايفه ويستغل هنا هذه النافذة لنستفيد منها قبل الدخول إلى الفيديو ناخد لنك أو ما يسمى بالرابط من هنا انت بجد من هنا copy video link هذا أقوم بوضعي عندي من الأفضل إذا أردنا أن نكون عمليا فننشئ ملف word أو excel ونكتب عليه مثلا درس النشاط العلمي المستوى الخامس وعنوان الدرس ونضع أمام هذا الرابط لأننا سنحتاج إلى عقل قد نرغب في إرسالي على الواتساب أو الفيسبوك إلى آخره هنا أقوم بالإغلاق من هنا والفيديو الآن private ولكن إذا أردت النشرة أعود إليه وقوم بالنشرة هنا الفيديو public إذا فقد أخطأت سأعيده إلى private أقوم من هذا المكان أعيده إلى private لا أريده أن يظهر للناس إذا أردت مسح هذا الفيديو أخطره من هنا ثم أذهب إلى more action أخطر more action ثم أخطر delete انتبهوا قد يخطئ شخص وينقر هنا إذا أنقرت هنا قد ستمزح جميع فيديوهاتك انتبهوا جيدا لهذا الخيار لأنه متقاربة كثيرا ننقر فقط على الفيديو الذي نريد مسحه هنا خيارات يمكنكم تجريبها خيارات أخرى هنا كل هذه الأمور يمكن تجريبها كلها منها أن نعيد نسخ رابط النشرة إلى آخرين أذهبنا إلى هنا أقوم بمسح delete forever أقوم بمسح الفيديو أخطر أنني أفهم ما أفعله ثم delete forever نقوم بمسح الفيديو إلى لا رجع هذه الأمور يمكنكم اكتشافها هي أمور ليست بالمعقدة هنا قوائم الفيديوهات الآخرين هنا play list التي قمتم بإنشائها سابقا هنا الاماليتيك وما يسمى بالإحصائيات وهي أمر جميل يمكنكم تعرف الأعمار التي تتبعكم من الأفضل اختيار هنا advanced mode هنا خيارات فتظهر خيارات كثيرة تتعلق بالأماكن التي شهدت من الفيديو السن عمرهم كل تلك الأمور الدول الفيديوهات بالتفصيل كل فيديو وكم يشاهد إحصائيات دقيقة جدا تتعلق بالفيديوهات هذه تتعلمون مرور الوقت لكن ما يهمون هنا هو طريقة وضع الفيديو كما قلت سابقا هذه الإقونة لا تغادر عدمك يمكننا إضافة فيديوهات في أي لحظة وفي أي وقت كان هذا كل ما يتعلق بوضع فيديوهات على شبكة الانترنت على خدمة يوتيوب